أما مولاتنا الحوراء زينب صلى الله عليه فارقت إخوتها وفارقت أولادها وفارقت أولاد إخوتها ولكن هل التقت بهم بعد ذلك؟ الجواب كلا زينب بقي العطش يسري في أحشائها حتى جفت رطوباتها الباطنية كان الغبار المتراكم يوم العاشر يدخل من فم ابنة علي ومن فم زينة أبيها علي ويخرج كما دخل لأن رطوباتها الباطنية جفت صلوات الله وسلامه عليها كذلك إذا جئنا إلى زينب صلوات الله وسلامه عليها وإلى أيوب ما هي المفارقة بين زينب وبين أيوب؟ نقول أيوب ابتلي ببلاء سبع سنوات لكن الروايات ماذا تقول؟ الله بعد ذلك أرجع على أيوب صحته وعافيته وأحيا له أولاده بعد سبع سنين أما مولاتنا الحوراء زينب هل أرجع إليها ما افتقدته؟ كلا أيها الشيعي كلا أيها المحب كلا أيها المسلم كلا أيها المؤمن الحر عليك أن تلتفت إلى هذه الدقائق في تاريخ هذه الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها لذلك يقول الشاعر فلو أن أيوبا رأى ما رأى لقال بلى هذا العظيمة بل واهو وثاكلة يعني الحوراء زينب ترنو له يعني للإمام السجاد سلام الله عليه وثاكلة ترنو له وهو في السبع تعاني يداه الغل والقيد رجلاه تعال إلى زينب وإلى موسى سلام الله عليه موسى أرسل إلى فرعون واحد طلب المؤازر من الله سبحانه وتعالى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه ماذا؟ في أمري أما الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها هل قابلت فرعونا واحدا؟ أين عقلاء الدنيا؟ أين العباقرة؟ أين الفلاسفة؟ أين من يملكون عقلا واعيا مدققا في السيرة ومقامات وكمال ابنة أمير المؤمنين وزينة أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا موسى ابتلي بفرعون واحد طلب الشراكة في الأمر وطلب المؤازرة لظهره الله تعالى أجابه لذلك سنشد عضوضك بأخيك صحيح أم لا؟ أما زينب هل التقت بفرعون واحد؟ كلا التقت بفرعن بالكوفة وخطبت وكلمتهم والتقت بفرعن كما سوف يأتي في الشام بل فرعون الفرعن في الشام هل سكنت زينب سلام الله عليها؟ هل خافت زينب سلام الله عليها؟ هل زينب بأبي وأمي طلبت النصرة وحدها ابنة علي وقفت في مجلس بني أمية وقالت يا حقير يا ملعون كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمح ذكرنا ولن تميت وحينا وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي أي مناد يا زينب؟ تقول عندما يصرخ جبرائيل ساعة ظهور المولى من آل محمد صلوات الله عليه يا أهل العالم أتى أمر الله فلا تستعجلوه لقد ظهر المهدي من آل محمد فاسمعوا له وأطيعوا مصلي على محمد وآل محمد لذلك علينا أن نلتفت كذلك نوح سلام الله عليه التفتوا إلى هذه الضقيقة بين نوح وبين زينب نوح الله يقول فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمائة وخمسون سنة لبث نوح في قومه ولكن ماذا يقول القرآن؟ وما آمن معه إلا قليل مولانا العزيز زينب صلوات الله وسلام عليها دخلت إلى الكوفة خطبت خطبة دقائق معدودات ماذا؟ تقول الروايات فماجت الكوفة بأهلها الكل يقول ويصيح يابنة علي مرينا بأمرك الآن صادقون كاذبون ذاك بحث آخر لكن تقول الروايات حبست الأنفاس وسكنت الأجراس كما سوف يأتي بالمفارقات بعد قليل بينها وبين أمها الصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ألهبت القلوب والمشاعر ماجت الكوفة بأهلها الكل ينادي ويصيح يابنة علي مرينا بأمرك الآن نهجم على ابن زياد ونكفر عما فعلنا حتى وصل الخبر إلى مجلس ابن زياد قال أسكتوها قالوا وكيف قالوا أرفعوا لها رأس الحسين على رمح طويل فإنها تهدأ وتسكت صلوات الله وسلامه عليها كذلك إذا جئنا للمفارقات بين زينب وبين عيسى وأمه مريم صلوات الله وسلامه عليهما أقول يوسف سجن صحيح أم لا سجن ولكن كان لذاك السجن صقف يقول يوسف من حر الشمس ومن البرد ولكن ابنة أمير المؤمنين حبست في خريبة في الكوفة تقول الروايات لا تقيها لا من حر ولا من برد حتى أن الشمس أحرقت وجه ابنة أمير المؤمنين بل الرواية تقول في خصائص تستري رحمة الله عليه ومزايا المظلوم خصائص الحسين ومزايا المظلوم للشيخ جعفر تستري أعلى الله مقامه الأقدس هذا الذي يقول عنه الآغة بزرق التهراني في كتاب الذريعة إلى مصنفات الشيعة الشيخ جعفر تستري صاحب كتاب خصائص الحسين ومزايا المظلوم لا يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق ها بالله عليك تأمل إلى هذه المعاني حبيبي أن زينب كانت في خريبة لا تقلها لا من حر ولا من برد حتى لما عادت إلى المدينة أخوها محمد بن الحنفية ما عرفها قال من هذه زينب الهاشمية صاحت لا أنا زينب المسبية الآن إذا جئنا بعد كذلك إلى باقي وجوه الشبه يطول الكلام فيها بين زينب وبين باقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما أحب أن أقول الآن أحب أن أحصر أنا بالواقع كتبت أبحاث مفارقات ومقارنات بين مقامات زينب صلام الله عليها وبين أبيها أمير المؤمنين بس من باب البركة قبل ما أتي إلى مقارنات بينها وبين أمها الزهراء صلام الله عليها وإن كان إن شاء الله في المستقبل أقول لكم تلك المفارقات بينها وبين المجتبى بينها وبين سيد الشهداء بينها وبين السجاد بينها وبين أبيها أمير المؤمنين صلوات الله عليه بينها وبين جدها الخاتم محمد صلى الله عليه وآله فلا يفهم من هذا الكلام تفضيل زينب كلا أحبائي الخصوصية شيء والأفضلية شيء آخر وإلا إذا كان سيد الشهداء يجوز أكل تربته لأن الله جعل خصوصية الشفاء في تربته هل يلزم من هذا عدم جواز أكل تربة النبي كما يذهب أكثر فقهاء أن الحسين أفضل من رسول الله كلا لأن الخصوصية شيء والفضيلة شيء والأفضلية شيء آخر واضح إلى هنا صلوا على محمد وآل محمد أقول كلمة بينها وبين أبيها أمير المؤمنين صلوات الله التفتوا إلى هذه المفارقة جيدا أمير المؤمنين سلام الله على يوم الخندق يوم الأحزاب لما برز أمير المؤمنين إلى عمر وقتله وجاء برأسه يتبختر فقال النبي التبختر لأولياء الله عبادة صحيح أم لا هذا وارد بإجماع المسلمين بكل التواريخ مذكور إلا المنتفخ قلوبهم وأكبادهم حنقا وحسدا وبغضا للمولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أحب أن أشير إلى هذه المفارقة النبي عبر عن أمير المؤمنين لما برز التفت إلى الروايات قال اللهم احفظه من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه اللهم إن هلك علي لا تعبد وإن شئت ألا تعبد لا تعبد الآن من حقك أن تسأل رسول الله أما كان حاضرا فما معنى إن هلك علي لا تعبد وإن شئت ألا تعبد لا تعبد لأن الإمامة وذرية الإمامة كانت في صلب أمير المؤمنين آنذاك صلوات الله وسلامه عليه المهم النبي ماذا قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله اللهم إن هلك علي لا تعبد وإن شئت ألا تعبد لا تعبد فهنا أمير المؤمنين حفظ الإمامة حفظ الإمامة لأن الإمامة كانت في صلبه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك مولاتنا الحوراء زينب ناداها سيد الشهداء يوم العاشر لما برز الإمام السجاد والعصى يتكئ على سيفه وعلى عصاه قال أخي زينب رديه إلى الخيمة كي لا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد فحفظت الإمامة كما حفظ أبوها علي الإمامة وكذلك حفظت الإمامة لما ألقت بنفسها على ابن أخيها زين العابدين في الخيمة لما جاء الشمر وجرد سيفه وأراد قتله فرمت زينب بنفسها عليه قالت إن أردتم قتله فاقتلوني قبله لا معه اقتلوني قبله فحفظت الإمامة حتى ابن زياد عليه لعائن الله ماذا قال عجبا للرحم دعوه لها دعوه لها عجبا للرحم فإنه لما به يعني يكفيه مرضه وعلته أن تميته الآن إذا فرغنا من هذه المقدمات والمفارقات آتي إلى البحث الأصلي أي بحث بين زينة أبيها علي وهي زينب وبين سر أبيها وبين أم أبيها الصديقة الشهيدة فاطمة ابنة محمد والشاعر ماذا يقول بأب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها ولكن نقول كلمة زينب سلام الله عليها لم ترث من أمها المصائب فقط كلا وكلا وكلا بل ورثت من أمها مصائبها وورثت من أمها مقاماتها وجمالها صلوات الله وسلامه عليهما أقول المفارق الأولى السيدة زينب عليه السلام زينة أبيها علي والصديقة الزهراء زينة وسر وأم أبيها محمد صلى الله عليه وآله يعني كل واحدة لها نحو علاقة بأبيها فأنت تقرأ أن الزهراء عليها السلام كانت إذا مشت كما يقول الإمام علي لعمار حكت كريم قوامه يا عمار وإذا نطقت فاطمة سلام الله عليها ملأت سمعي بكلامه بعد اسمع تقول الروايات كانت الزهراء لا تخرم مشيتها مشيت أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك السيدة زينب زينة أبيها كانت إذا مشت لا تخرم مشيتها مشيت أبيها أمير المؤمنين حتى ورد في بعض الروايات أن طولها كان بطول علي نبرات صوتها كانت نبرات صوت علي صلى الله وسلم عليه شجاعتها كانت شجاعة أبيها أمير المؤمنين علي صلى الله وسلمه عليهم أجمعين هذا أولا ثانيا أن زينب زينت أبيها صلى الله وسلم عليها يوم العاشر طلعت خلف وليها الإمام الحسين صلى الله عليه وكذلك أم أبيها ورثت زينب من أمها هذه الوراثة ما هي أن الزهراء طلعت خلف أمير المؤمنين عندما أخرجوه للبيعة قهرا خرجت فاطمة خلفه تقول خل ابن عمي علي وإلا لأكشب بالدعاء راسي صحيح؟ مش هكوه بالروايات وبالكتب المعتبرة ما عليك الآن بالمتورم قلوبهم والمنتفخة أكبادهم حنقا وحسدا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الزهراء طلعت خلف أمير المؤمنين تصيح خل ابن عمي أول أكشف للدعاء وكذلك زينب ورثت هذه الطلعة من أمها الزهراء طلعت على تلك أربلا تنادي نور عيني يا حسين شقيق فؤادي يا حسين ابن أمي يا حسين إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله تقول الروايات فحمل الهواء صوت زينب إلى مسامع الحسين قام قائما على قدميه وسقط ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه المفارقة الثالثة بين زينة أبيها وبين أم أبيها أقول الحوراء زينب زينة أبيها علي صلوات الله وسلامه عليه خطبت وأمها الزهراء خطبت وهذه زينب ورثتها من أمها الزهراء الزهراء لما خطبت في المسجد واحتجت أمام الخلفاء ماذا قالت صلوات الله وسلامه عليه تقول الرواية أولا التفت بالله عليك إلى هذه المفارقة مهمة جدا الزهراء عليه السلام خرجت بكامل حجابها بأبيها وأمي ومعها لم من حفدتها يعني معها أطفال طلعوا مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فضرب حجاب بينها وبين القوم ضربت بينها وبين القوم ملاء ساتر وسطار تقول الرواية الزهراء عليه السلام أنت أنة وحنت حنة انظر إلى الولاية التكوينية حتى على القلوب والنفوس حنت حنة وأنت أنة فأجهش لها القوم في البكاء